الأمر غير متعلق بذلك الأمر يتعلق بنقطتين رئيسيتين وهي أن إيطاليا هي الوجهة الرئيسية للمهاجرين وبالتالي هي التي تتحمل أعباء الذين يصلون وثانيا من ناحية القانونية كما تعلمون أن حكومة السيد السراج لا تتمتع بشرعية متعارف عليها أو معترف بها في ليبيا بسبب الخلاف القائم بينها وبين البرلمان في طبرق وبالتالي إيطاليا تمثل نقطة الاستيناد لأن ليبيا وإيطاليا لم يتوصل إلى اتفاق تفاهم بالفعل هذه المرة وإنما قام بتفعيل اتفاق قائم منذ 2008 بين القذافي وبرلسكوني وتمت الإشارة بشكل قانوني إلى هذه المرجعية التشريعية والتي بدونها لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتحركوا من هنا وجدوا في إيطاليا الغطاء القانوني للتوصل إلى هذا الاتفاق وهذه نقطة مهمة لأنه لا يمكن مثلا التشكيك فيها على الأقل مرحلياً